اشتركوا في القناة العربية المتحدة بموفور الصحة والسعادة بهذه المناسبة الوطنية مشيدا جلالته بمسيرة الانجازات التنموية الشاملة التي تشهدها دولة الامارات في مختلف المجالات والميادين وبالمكانة الرفيعة التي حظيت بها وسط المجتمع الدولي متمنيا جلالته لدولة الامارات العربية المتحدة وشعبها الشقيق تحقيق المزيد من التقدم والازدهار والرخاء في ظل قيادة سموه الحكيمة واعرب جلالته عن بالغ اعتزازه باواصر عمق العلاقات الاخوية الحميمة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين في اطار ما يجمعهما من علاقات استراتيجية متميزة وصلات وثيقة راسخة مؤكدا حرص جلالته الدائم على تعزيز وتطوير هذه العلاقات المتجذرة التي ارسى دعائمها الاباء والاجداد على تعاقب حقب الازمان بين القيادتين والشعبين بما يلبي طموحات وتطلعات شعبي البلدين الشقيقين ويحقق مصالحهما المشتركة ويعود بالخير والنفع عليهما كما بعث صاحب الجلالة الملك المعظم ايده الله برقية تهنئة مماثلة الى اخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس دولة الامارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي اعرب جلالته فيها عن خالص تهانيه وتمنياته لسموه بموفور الصحة والسعادة بهذه المناسبة الوطنية